آخر المتحدثين النائب سارة محمد العلاج تفضلي سارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي الرئيس المهندس مرزوق علي الغانم أنت كنت متفوق كما نحن الآن ونطمح لما حصلت عليه من تحصيل علمي جيد مرموق وكذلك عملت في الرياضة وتفوقت في الهندسة وعملت أيضاً في السياسة وأبدعت فيها وأنت الآن على سدة الرئاسة نحن الآن نطمح كما كنت تطمح سيدي الرئيس اليوم أنا رح أتكلم عن تطوير المناهج بس رح أقول لك قبل ليش أنا اخترت هالبند من بدء كل البنود الحمد لله أنا رح أختم سيدي الرئيس هذا البند يعتبر من أهم البنود المطروحة ليس قصوراً بالمشاكل الأخرى التي أخواني الأعضاء تكلموا عنها ولكن لازم نعالج المناهج قبل لنتكلم عن الجامعات وغيرها لأن المناهج هي اللي رح تخرجنا سيدي الرئيس رح أتكلم عن طريقة تدريس المعلمات ولكن ليس الكل في البعض الحمد لله يعني مون قصري معانا ولكن الأغلبية أيون يشرحون بسرعة بسرعة على البنة المواد والمناهج دسمة أو كيف يقولون بسرعة بسرعة وتيل المعلمة سارة قومي شرحي لي شون قلت عفوني أبلا شلون بفهم أنا أرد البيت أدق على مدرس خصوصي على طول تقول لنا ما تبون مدرسين خصوصيين وحطي لنا مناهج تحدنا سيدي الرئيس نوسمى قالوا أخواني الأعضاء ضعف منهج اللغة الإنجليزية تيب طالب بالمرحلة الابتدائية والله العظيم يسول فحسن مني وعرف فحسن مني ليش سيدي الرئيس ترى نوسمى نعالي باللغة الإنجليزية حتى انطلبت القطاع الخاص يعانون باللغة العربية معنا اللغة العربية يعني لغة الأم المفروض نكون مبدعين فيها سيدي الرئيس لغة الفرنسية يا نتأسس فيها يا ما نأخذها ونخليها ضمن الاختياري سنتين والله العظيم أسمع منيهني والله رح أتخرج ولا تشني درست شيء سيدي الرئيس مناهج متكرر ومتكدسة والله العظيم أنه من كذر ما إياه ما قعد تمهدني حق الجامعة وأنا شيء ما يبتم من نفسي سألت نخبة كبيرة من الطلبة اللي هم الحين بالجامعة قلت لهم أمانة استفدتهم من مناهج اللي بالثانوية شنو قالوا لي ولا شيء يكونوا متفوقين يروحون للجامعة ينزل مستواهم إذن ليش امتحانات التوفل وقدرات والآيلز ما قعد نتماهد فيها أو ليش مو ضمن الخطة المنهجية خلوها ضمن المنهج والله العظيم إذا خليتوها ضمن المنهج لو تيبوا لي أصعب امتحان قدرات أوآيلز رح أحلى سيد الرئيس نبي نطبق أكثر عملي ما نبي نسمع وايد نبي نطبق الطالب عندنا بالكويت متفتح إحنا جيل التكنولوجيا والتطور والله العظيم عطونا رح نعطيكم إحنا مبدعين وإحنا اللي رح يسوي ونطور إحنا المستقبل ترى سيد الرئيس نبي منهج دولي يواكب الدول المتطورة والمتقدمة وصدقوني رح نكون من الدول الأولى بدلا نقول لكويت ليش قبل وشذي رح نصير عروسة الخليج من يدي يديد ونكون إحنا الأولين سيد الرئيس كفى كلاما وتكرارا وخططا لا إذن لها تسمع ولا عقل لها يستوعب ولا أيدي لها تعمل نحن العدة والعتاد نحن العدة والعتاد ونحن ما تراهنون عليه خذوا بأيدينا وتطلعاتنا ونحن قادمون سيد الرئيس أنت جمعت كل الخصال لا حسد عليك بذلك إنما قبطة ونحن نتطلع لأكثر من ذلك سيد الرئيس أنت أحد أهدافنا ومثلنا الأعلى وشكرا مشكورة يا سارة وصج مسك الختام عسل الله يبارك فيكم جميعا وموفقكم جميعا ويحفظكم لبلدكم ولاهلكم بانتهاء كلمة النائب سارة العلاج انتهى المتحدثون في بعض التوصيات ترجمة نانسي قنقر